بسم الله الرحمن الرحيم اسمها بيولوجي بتنقسم إلى شقين الشق الأول وهو النبات ثم مادة الحيوان أخذنا مع بعض الحلقات السابقة يعني إيه علم الحيوان أهمية دراسة علم الحيوان بدرسه ليه أخذنا مع بعض مقارنة جميلة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية وده مهمة جدا وممكن تيجي في الامتحان نركز عليها نركز برضو على رسمة الخلية الحيوانية بعد كده أخذنا مع بعض عملية الانقسام وفرقنا بين عملية الانقسام المباشر والانقسام الغير مباشر وقلنا الانقسام الغير مباشر بينقسم إلى انقسام ميتوزي وانقسام ميوزي وقلنا ليه بسمي الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي وقلنا ده ممكن يجي لي في الامتحان انتقلنا إلى نقطة أخرى وكانت شيقة جدا ومهمة وهي الأنسجة واتكلمنا عن الانسجة وقلنا ان هي بتنقسم الى اربع انواع انسجة طلاقية واتكلمنا عنها بالتفصيل ثم اتنين كانت الانسجة الضمة ثم الانسجة العضلية ثم الانسجة العصبية النهاردة هناخد درس شايك وجميل وهو التصنيف والتسمية العلمية التصنيف والتسمية العلمية طبعا احنا خدنا علم الحيوان وعرفناه وقلنا ان علم الحيوان هو العلم اللي بيهتم بدراسة الحيوانات من ناحية بنقسمها وظائفها عددها اطباعها فالنهاردة هاخد احد الفروع الرئيسية لعلم الحيوان وهو علم تصنيف الحيوان علم تصنيف الحيوان يبقى لما يجي يقول لعلم تصنيف الحيوان اقول له هو احد الفروع الرئيسية والاساسية في علم الحيوان طيب نقول اول حاجة عرف علم تصنيف الحيوان الاول قبل ما تنقل ما تكلم عن علم تصنيف الحيوان احنا عارفين ان الحيوانات تعدى عددها اكتر من مليون لمليون ونصف حيوان طيب ده معنى ايه كان لازم بعض العلماء يحاولوا ان هما يصنفوا او يقسمهم الحيوانات دي فاجتهت بعض العلماء زي ارستو او جون راي او لينوس قال لنا شوية حاجات ابتدأوا طبعا ابتدأ العالم اول واحد فيهم كان العالم ارستو قال لنا ان هي قسمها لشوية حاجات وهنقولها بالتفصيل ثم بعد ذلك جه العالم بعده جون راي ثم بعد ذلك اليونوس اللي يعتبر رائد التصنيف هنتنقل مع بعض ونشوف مع بعض يعني ايه علم تصنيف الحيوان علم تصنيف الحيوان هو العلم الذي يهتم بتعريف ووصف وتسمية وتقسيم الانواع المختلفة من الحيوانات يبقى لو دي جال التعريف ده في الامتحان وقال لي عبر بمصطلح علمي هو العلم الذي يهتم بتعريف ووصف وتسمية وتقسيم الانواع المختلفة من الحيوانات اقول له التعريف ده هو ايه علم تصنيف الحيوان في فرق بين علم تصنيف الحيوان وفرق بين علم الحيوان بصفة عامة نفرق بينهم الاتنين طيب احنا قلنا ان الحيوانات موجود منها لحد دلوقتي ولسه في حيوانات جديدة ما نعرفش عنها ما يزيد عن مليون لمليون ونصف حيوان طيب جه اول واحد جالي وهو العالم ارستو العالم ده فكر ان هو يصنفني الحيوانات دي عشان عددها الكبير في حطها ازاي عمل ايه العالم الاغريك ده اول العلماء اللي حاولوا تقسيم المملكة الحيوانية بواجه عام بس اعتمد على ايه اول حاجة قال فكر وقال ان انا اعتمد على وجود الدم فقسم للحيوانات ايه لا حاجتيل زاتة دم حمراء وعديمة الدم طبعا دي من الصعبة العالم ارستو اول المحاولات كانت على يد العالم ارستو ممكن يجيلي في صح وغلط او اكمل او اختار فنركز مع بعض بالتفصيل اول العلماء كان العالم ارستو فكر وقسم للحيوانات دي الى عن طريق وجود الدم فقسمها الى حيوانات زاتة دم احمر وحيوانات عديمة الدم طيب وقسم للحيوانات تبعا للبيئة اللي هي بتنمو فيها اما بيكون بيئة مائية او ارضية او هوائية فكر برضو اسمها لي تبع لنوع التغذية اما حيوانات اكلت عجب او حيوانات اكلت لحوم او حيوانات اكلت لحوم واعشاب يبقى اسمها لتلق النباتات اسمها عندي من حيث التغذية او نوع الغذاء الذي يتناوله الحيوان لتلت حاجات اما اكلت لحوم اما اكلت نباتات اما اكلت لحوم ونباتات ولو جينا نبص للانسان هنلاقيه الانسان بيتناول بيتغذى عن طريق اكلت لحوم ونباتات جي بعد كده اتطورت الفكرة شوية وجي العالم جون راي عمل ايه العالم ده بنى فكرة تأسيم الحيوانات طبقا للمواصفات الميرفولوجية ومدى التشابه والاختلاف بينها وهي تعتبر المحاولة الاولى الجادة لعملية التقسيم في المملكة الحيوانية اول من عرف حاجة مهمة جدا وهي النوع ممكن يجي في الامتحان عرف النوع او يجيب للتعريف ويقول لي عبر بمصطلح علمي النوع هو ايه مجموعة من الافراد المتشبهة تماما في التركيب والتي تتزاوك فيما بينها بينهما وينتج عنها افراد جديدة ممكن يجي تعريف النوع العالم جون راي هو اللي عرف لي مين بدأ في المراتب التقسمي وعرف لي حاجة اسمها النوع النوع هو ايه ممكن يجي يقول لي عرف النوع او ان انا اجيب التعريف وقولك هو ايه النوع هو مجموعة من الافراد المتشبهة تماما في التركيب والتي تتزاوك فيما بينها وتنتج افراد جديدة اتطورنا شوية وجيه العالم اللي انا بسميه رائد علم التصنيف الحديث ده بتيجي في الامتحان صح وغلط واكمل واختار العالم اللي هو اللينوس ده رائد علم التصنيف الحديث رائد علم التصنيف الحديث ممكن يجي في الامتحان يقول لي ضع علامة صحة او غلط يعتبر العالم جون راي رائد علم التصنيف الحديث سمعت طلبة بتوعي بقولولي لا اغلط العالم اللينوس هو رائد علم التصنيف الحديث وهو اللي عمل التصنيف اللي احنا لحد الان ماشينا عليه يبقى عندي تلات علماء عملوا محاولات جدة العالم ارستو وده قسم الحيوانات الى عن طريق وجود الدم الى موجود بها كرات دم حمراء وحيوانات لا يوجد بها دم انتقل بعد ذلك عملها على حسب البيئة قال ايه في البيئة اما بيئة جفة او هواي اما بيئة هواية او ارضية او مائي قسم لي على حسب طبيعة التخزية وقال لي ايه اما حيوانات اكلت نباتات او حيوانات اكلت لحوم او هتاكل لتنين اللحوم والنباتات جي العالم اللي بعد كده وهو العالم جون راي العالم ده تطور شوية وقسمة على حسب الصفات الميرفولوجية قال لي ايه وعرف حاجة مهمة وهي النوع لما يجي في الامتحان يقول لي عرف النوع عرف النوع النوع هو مجموعة من الافراد المتشبهة في التركيب والتي تتزاوج فيما بينها لتعطي افراد جديدة جي العالم الثالث واللي احنا ماشينا على التصنيف بتاعته لحد دلوقتي هو هو العالم لينوس العالم ده هو رائد علم التصنيف الحديث رائد علم التصنيف الحديث ممكن يجي شاككني وقول لي صح وغلط ممكن يجي يقول لي اختار ممكن يجي يقول لي اكمل اكون صحية ان العالم جون راي هو رائد علم ان العالم لينوس هو رائد علم التصنيف الحديث في القرن الثامن عشر قام العالم السويدي لينوس بارسال اسس العلمية للتقسيم الصحيح للكائنات الحية التي يستخدم حتى الان يعني التصنيف اللي انا ماشي عليه حد الوقتي والتقسيم بتاع المملكة الحيوانية راجع الى العالم لينوس العالم ده قام بقسم الكائنات الحية بوجه عام تبعا للتطابق او التشابه وعدم التطابق او التشابه المرفولوجي والتشريح اعرف لي حاجة مهمة جدا وهي التسمية العلمية المزدوجة التسمية العلمية اول من وضع حاجة اسمها التسمية العلمية المزدوجة هو العالم لينوس رائد علم التصنيف العالم لينوس طيب قال ايه قال ان انا هدي للحيوان ده اسم اسم مكون من باللغة اللاتينية اسم مجون من اسم النوع واسم الجنس اسم النوع واسم الجنس اسم النوع عندي اسم الجنس يبدأ بحرف كبير كابتن ولكن اسم النوع يبدأ بحرف صغير اللي هو سمو وعرف لينوس النوع برضه بس اختلف شوية هنا ان هو مجموعة من الحيوانات المتشبهة والتي تكون معزولة تكاثريا عن اي مجموعة اخرى التصنيف والتسمي العلمي يبقى انا كده خدت النهاردة يعني ايه علم تصنيف الحيوان وقلت ان علم تصنيف الحيوان هو احد العلوم او الفروع الرئيسية لعلم الحيوان وعرفت علم تصنيف الحيوان وقلنا ان في بعض العلماء اجتهدوا من فترة طويلة جدا ان هما يقسموا المملكة الحيوانية بدأ العالم اريستو ثم جون راي ثم لينوس وهو رائد علم التصنيف الحديث رائد علم التصنيف الحديث ودي نركز عليه التصنيف والتسمي العلمي جه المملكة الحيوانية تقسم الى تحت مملكة الحيوانات الاولية تحت مملكة الحيوانات الاولية يعني ايه قال لي ان تحت مملكة الحيوانات الاولية يتكون جسم الكائن الحي من خلية واحدة يتكون جسم الكائن الحي من خلية واحدة زي اليوجلينا الاميبة الحرة الاميبة المتطفلة اليوجلينا الاميبة الحرة والاميبة المتطفلة اتنين تحت مملكة اشباه البعديات او الاسفنجيات وده مهمة جدا بتحتوي على كثير من الخلايا ولكن ما وصلناش فيها لدرجة التميز ان يكون فيه انسجة او خلافه ده زي حيوان الاسفنج تحت مملكة البعديات رقم ثلاثة اللي هي عديدة الخلايا وده بتحتوي على عديد من الخلايا وتتميز فيها الى انسجة ده الحاجات اللي ظهرها دلوقتي زي الدودة الكبدية الحشرات والقوارد هناخد الباب الاول اللي هو الحيوانات وحيدة الخلية الحيوانات وحيدة الخلية نفتكر نقول يعني ايه حيوان وحيدة الخلية اللي يتركب جسمه من خلية واحدة وده زي قلنا البراميسيوم اليوغلينا الاميبة اول طبعا الحيوانات وحيدة الخلية دي لا ترى بالعين المجردة فجي العالم ليفن هوغ اخترح حاجة اسمها الميكروسكوب ما كناش بنقدر نشوف الحيوانات الصغيرة دي لانها لا ترى الا تحت الميكروسكوب اول من صنع العدسات كان العالم الدنماركي ليفن هوغ طيب الصفات العامة او صفات المرفولوجية للحيوانات الاولية رقم واحد الشكل لكل حيوان شكل محدد ده حتى الاميبة اللي بيتغير شكلها لها شكل محدد ومميز الحجم الحجم قلنا ان الحيوانات الاولية صغيرة جدا معظمها لا يرى الا تحت الميكروسكوب والعدد عددها كبيرة جدا لو جينا نبص لي الحيوان اللي قدامنا دي انا بسميه البراميسيوم البراميسيوم بيتحرك بواسطة الاهداب ممكن يجي يقول لي في الامتحان بين حيوان اولي يتحرك عن طريق الاهداب اقول له البراميسيوم وارسمه اتنين حيوان اولي وهو الاميبة وهندرسها بالتفصيل لسه اللي يهمني فيها رسمتها الرسمة مهمة جدا وبتيجي في الامتحان ممكن يجي يقول لي تكلم عن حيوان بين بالرسم حيوان اولي يتحرك بالاقدام الكاذبة ولما تيجي الحلقة بتاعت الاميبة هنشرح كيف تتحرك بالاقدام الكاذبة يبقى حيوان الاميبة حيوان اولي يتحرك عن طريق الاقدام او الارجل الكاذبة بعد كده هنلاقي حيوان اليوجلينة يتحرك بالصوت ممكن في الامتحان نقول اذكر حيوان اولي او بين بالرسم حيوان اولي يتحرك عن طريق الاصوات اقول له حيوان اليوجلينة هننتقل لنقطة اخرى وهي الصفات البيئية للحيوانات الاولية ايه هي الصفات البيئية للحيوانات الاولية رقم واحد الموطن بتوجد الحيوانات الأولية في جميع أنحاء العالم سواء كانت حرة أو متطفلة توجد في جميع أنحاء وبقاع العالم سواء كانت حرة أو متطفلة رقم اثنين العادات بعض التحيوانات بتعيش في فردية أو في مجموعات بعضها يعيش في الماء العزب وبعضها في الماء المالح وبعضها يعيش على الأرض اللي هي اليابز يبقى لما يجي يقول لي اسكر صفات البيئية للحيوانات الأولية رقم واحد الموطن توجد في جميع أنحاء العالم سواء كانت بتعيش معيشة حرة أو متطفلة رقم اتنين العادات منها ما يعيش منفرد أو في مجموعات منها ما يعيش في الماء العزب وبعضها ما يعيش في الماء المالح والبعض الآخر يعيش على الأرض اللي هي اليابز الحركة الحركة دي مهمة جدا زي ما أنا أشرت عليه هالوقتي عندي الأميبة بتتحرك عن طريق الأقدام الكاذبة عن طريق الأقدام الكاذبة يبقى بقول عليها حركة أميبية حركة أميبية يبقى الأميبة تتحرك عن طريق الأقدام الكاذبة اتنين حركة هدبية زي ما أنا قلت الوقتي زي البراميسيوم وتحرك بواسطة الاهداب رقم ثلاثة الحركة الثالثة وهي حركة دودية كما في الجرسميات رقم أربعة حركة صوتية عن طريق اليوغلينة طيب نرجع تاني للحتة بتاعة الحركة قلت ان واحد عندي الحركة أميبية أو تتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة ودي زي حيوان الأميبة يبقى حيوان الأميبة يتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة اتنين حركة عن طريق الأهداب ودي زي البراميسيوم ثلاثة حركة عن طريق الأصوات ودي زي حيوان اليوغلينة رقم أربعة حركة دودية كما في الجرسميات ممكن يجيلي في الامتحان يقوللي تتحرك الأميبة عن طريق نقط أقوللي عن طريق الأقدام الكاذبة بينما البراميسيوم عن طريق الأهداب بينما اليوغلينة عن طريق الصوت أو الأصوات أما الجرسميات فتتحرك حركة دودية الصفات الأولية قلنا شكل حجم حركة تغذية طيب نتابع الصفات الأولية ونقول التغذية تسلك الأوليات جميع أنواع التغذية الزاتية والرمية تسلك جميع أنواع التغذية الزاتية والرمية التنفس تتنفس هواء مثل الأوليات الحرة ودي زي يوغلينة والبراميسيوم أو لا هواء مثل الأوليات المتطفلة والأوليات التي تعيش في المستنقعات العميقة يبقى التنفس عند لو جاء للتغذية او اللي بتصل الجميع عن ماط التغذية سواء كانت ذاتية او رمية اما التنفس يتم فيها التنفس الهوائي يتم فيها التنفس الهوائي في حيوان اليوجلينة والبراميسيوم اما اللاهوائي يوجد في الاوليات المتطفلة والاوليات التي تعيش في المستنقعات هنتبع الصفات الاوليات ونقول التنظيم الاسموزي التنظيم الاسموزي بيعني تنظيم المحتوى المائي لجسم الحيوان تنظيم المحتوى المائي لجسم الحيوان وتوجد في الاوليات التي تعيش في المياه العزبة عادة الاخراج هو عملية ايه ولاد الاخراج التخلص من نواتج التمثيل الغذائي في الخلية عدى فضلات الطعام وساني اكسيد الكربون وهي تتكون من المركبات النيتروجينية الناتجة عن استخدام البروتين مثل الامونيا واليوريا والاحماض العدوي الافراز الافراز هو ايه انتاج مواد باي وسيلة تكون نافعة للحيوان انتاج مواد باي وسيلة بتكون نافعة للحيوان مثل الانزيمات وناخد الانزيمات في السنة تانية بالتفصيل الانزيمات عندي بغرض الهضم كما في الانتميبة او افراز كشرة حول اجسامها بغرض الحماية احنا خدنا الصفات الاوليات سواء كانت حجم او عدد او شكل او حركة او تغذية او افراز او اخراج او تنفس تقاصر في الاوليات تقاصر في الاوليات حتة مهمة جدا ممكن تجي في الامتحان ينقسم التقاصر في الاوليات الى تقاصر الجنسي وتقاصر لا جنسي التقاصر الجنسي وتقاصر لا جنسي التقاصر لا جنسي بيتم بطريقتين واحد الانشطار السنائي او المتعدد اتنين التبرعم او تكوين اكياس يبقى التقاصر لا جنسي في الاوليات نفتقرها كويس اوي بيتم بطريقتين رقم واحد بسمي الانشطار السنائي او المتعدد الانشطار السنائي او المتعدد رقم اتنين التبرعم او تكوين الاكياس ابناء وبناتي مش عايزاكم تروحوا مني بعيد عايزانا عايزين نفتقر النهاردة كده اخدنا ايه من بداية الحلقة قلنا علم تصنيف الحيوان علم تصنيف الحيوان هو احد الفروع الرئيسية لعلم الحيوان بصفة عامة اخدنا ان في بعض العلماء اجتهدت من زمان جدا ان هما يقسموا نظرا لان عدد الحيوانات تعدى المليون ونص ده غير اللي احنا بصدد معرفتهم حتى الان فعند عدد كبير جدا فاجتهد بعض العلماء ان هما يصنفوا او يقسموا عدد الحيوانات دي تبعى لطريقة التغذية تبعى ليه معيشتها بتعيش في بيئة هوائية ولا مائية ولا فين طبعا تبعى ليه وجود الدم او عدم وجود الدم ده زي كان العالم ارستو جي بعدها العالم جون راي تقدم شوية وقال لا ده في حاجة اسمها نوع ان انا هرتبهم على حسب الافراد المتشابهة في التركيب وبتتقاصر معا وتكون افراد جديدة جي لعالم جون راي حدس اكتر جي لعالم لينوس حدس اكتر وقال لي لا ده انا هعمل مراتب تقسيمية اللي هي النوع والجنس والعائلة والصف والردبة والقبيلة فقال لي فبدأ يعمل عندي حاجة اسمها التسمية العلمية اللي هي بعمل باللغة اللاتينية اسم للحيوان مكون من اسم الجنس واسم النوع دخلنا بعد كده في الصفات العامة للأوليات سواء كانت بتتغزى ازاي شكلها حجمها طريقة التقاصر وقفين عن ده دلوقتي بنقول ان التقاصر في الأوليات ودي دي ممكن تجيلي في الامتحان اما بتتقاصر لا جنسيا او جنسيا تعالوا نشوف التقاصر لا جنسي بيتم بطريقتين الانشطار السناء او المتعدد اتنين التبرعم او تكوين اكياس ممكن تجيلي في الامتحان اكمل اكمل من انواع التقاصر لا جنسي نقط ونقط في الاوليات النقطة الاهم وهي التقاصر الجنسي جيه في سنة قال لي من انواع التقاصر الجنسي في الاوليات نقط ونقط ونقط من أنواع التقاصر الجنسي في الأوليات واحد التزاوج الزاتي كما في الأنتميبة التزاوج الزاتي كما في الأنتميبة الإكتران كما في البراميسيوم رقم ثلاثة التزاوج كما في بلازميديوم الملاريا نقولهم تاني جفسانة قال لي التقاصر الجنسي من أنواع التقاصر الجنسي نقط ونقط ونقط في الأوليات واحد التزاوج الزاتي كما في الانتميبة اثنين الاكتران كما في البراميسيوم ثلاثة التزاوج كما في بلازميديوم الملاريا تصنيف قبيلة الحيوانات الاولى تصنيف قبيلة الحيوانات الاولى واحد تحت قبيلة الصوتيات السمع على حسب طريقة الحركة واحد تحت قبيلة الصوتيات مثل اليوغلينة الطلب الشطر اللي يقول لي اليوغلينة تتحرك بواسطة نقط اليوغلينة تتحرك من اسم الصوتيات عن طريق الصوت او الاصوات يبقى الاوليات تصنيف قبيلة الحيوانات الاولية رقم واحد عشان ما تروحوش مني بعيد رقم واحد تحت قبيلة الصوتيات تحت قبيلة الصوتيات وده بتتحرك عن طريق ايه عن طريق الأصوات مثل اليوغلينة والتربانسومة ودي هناخدها التربانسومة بالتفصيل المرة الجاية ان شاء الله اتنين تحت قبيلة الشععيات مثل الأميبة الحرة والمتطفلة مثل الأميبة الحرة والمتطفلة الطالب الشاطر هيفكرني ويقول لي الأميبة الحرة تتحرك بواسطة نقط الأميبة تتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة ونحن نتكلم عن الحركة الوقتي قلنا ان الأميبة الحرة تتحرك حركة أميبية عن طريق الأقدام الكاذبة رقم ثلاثة تحت قبيلة الجرسميات ودي زي بلازميديوم الملاريا والكوكسيديا زي بلازميديوم الملاريا والكوكسيديا تحت قبيلة الهدبيات ودي زي البراميسيوم الطالب الشاطر هيفكرني البراميسيوم يتحرك بواسطة نقاط الاهدام يبقى نرجع تاني لتصنيف قبيلة الحيوانات الاولية صنفتها على حسب طريقة الحركة وتحت قبيلة الصوتيات دي زي اي اولاد اليوغلينة اليوغلينة بتتحرك بواسطة الاصوات عشان كده سميتها تحت قبيلة الصوتيات يبقى اليوغلينة تتحرك بواسطة الاصوات او الصوت اتنين تحت قبيلة الشعاعيات دي زي الاميبة الحرة الاميبة تتحرك بواسطة نقاط تتحرك بواسطة الاقدام الكاذبة رقم ثلاثة تحت قبيلة الجرسميات زي بلاز ميديوم الملاريا رقم اربعة تحت قبيلة الهدبيات الطالب الشاطري اللي هيقوللي تتحرك الهدبيات عن طريق البرامسهم عن طريق الاهداب تعالوا نعرف احنا بندرس الاولية ليه كل حاجة ليها نحية نافعة ونحية ضرة كل سواء الحشرات سواء الحيوان ليه مميزات وله عيوب ليه اهمية اقتصادية بتنقاسم الى اضرار ومنافع مقدرش اقول ان الحيوان ليه اضرار بس ومقدرش اقول ان الحيوان ليه منافع بس لا هناخد الوقت الاهمية الاقتصادية للأوليات اللي هي بتتراوح ما بين الاهمية الاقتصادية منافع واضرار اول حاجة هناخد ان المنافع بتاعة البروتوزو اللي هي الحيوانات الاولية واحد في مجال الغزاء الاوليات هي الحلقة الاولى في كثير من السلاسل الغزائية التي تنتهي عند الانسان ناخد السلاسل الغزائية ان شاء الله السلسلة الغزائية هنا بيكلم ان هي بتبدأ بالانسان بتنتهي عند الانسان حيث انها تعتبر طعاما شهية للكشريات الصغيرة والديدان التي تعتبر طعاما للرخويات والاسماك والتي بصورة او باخرى تصل الى معدة الانسان يبقى واحد الاهمية الاقتصادية اولا المنافع للبروتوزون في مجال الغزاء الاوليات هي الحلقة الاولى في كثير من السلاسل الغزائية التي تنتهي عند الانسان حيث انها تعتبر طعاما شهية للكشريات الصغيرة والديدان التي تعتبر طعاما للرخويات والاسماك والتي بصورة او باخرى تصل الى معدة الانسان اهمية الحيوان في مجال البحث العلم اهمية الحيوان في مجال البحث العلمي يبقى الهمية الاقتصادية بتنقسم عندي الى اضرار ومنافع خذنا اول حاجة المنافع في مجال الغزاء رقم اثنين في مجال البحث العلمي تعتبر كثير من الاوليات بستعملها في البحوث البيولوجية والطبية وفي مجال بحوث التغذية كذلك ولها اهمية كبيرة في مجال علم الادوية النقطة الثالثة في مجال الصناعة الكشريات يا اولاد سواء كانت سلكية او كالسية للاوليات البحرية المكون الاساسي للطبقة الصخرية المبطنة لقاع البحر وذلك بتجمعها بمرور الزمن وترصبها بفعل الجاذبية الارضية بتقدر نسبتها في قاع المحيطات بحوالي 30% وذلك من هياكل بعض الاجناس وهذه المتبقيات تلعب دورا هاما الحتة دي تهمني جدا في المجال الصناعي والتجاري للانسان اللي هي ايه القشريات السلكية والكلسية اللي الاوليات البحرية بتعمل ايه لها دور هام في المجال الصناعي والتجاري للانسان تستعمل في صناعة المرشحات اللي هي الفلاتر والتباشير الطب اللي بنستخدمه في العملية التعليمية تلاتة في مجال مقاومة الآفات تلعب كثير من الاوليات دور هام في مقاومة كثير من الحشرات والنماتودة والاقارصات وغيرها بحيث ان هذه الآفات لا يرتفع اعدادها الى المستوى الدار اقتصادي بتكوم الآفة عشان نسبتها لا تزيد في مجال مواد البناء عارفين الاهرامات بتاعت الجيزة ياولاد اللي كلنا بنتكلم عنها وكلنا بنروح نزورها هنيجي نبص بتتحول الهياكل المتجمعة على مر الزمن الى صخور رسوبية بتعتبر مادة هامة من مواد البناء هياكل المتجمعة من الحيوانات الاولية عبر الزمن بتتحول الى صخور رسوبية الصخور الرسوبية دي مادة هامة من مواد البناء ومثال ذلك اهرامات الجيزة يتم بناءها من الصخور الرسوبية المتكونة من هياكل هذه الاوليات عبر ازمان طويلة كلنا طبعا عارفين اهرامات الجيزة حتى الاوليات ساعدت في بناء اهرامات الجيزة بطريقة غير مباشرة ساعدتها ازاي ان الهياكل المتجمعة عبر الزمن جونت لعندي صخور رسوبية الصخور الرسوبية دي استخدموها في بناء اهرامات الجيزة فشكرا للاوليات ساعدتنا في بناء اهرامات الجيزة في مجال زيت البترول لوحظة ان ابار البترول تتغلف بطبقة صخرية متكونة من تجمعات هياكل هذه الاوليات عبر العصور القديمة مما يستدل معه على ان المكونات العضوية لاجسمها قد ساهمت في تكوين البترول نفسه في حين ان متبقيات هيكلها قد ساعدت على تبطين قاع الابار بطبقة صلبة ادت للمحافظة على البترول المتكون كلمت عن اهمية اقتصادية كلمت عن منافع ساعدتني في ايه ساعدتني في حاجات كتيرة جدا سواء بطرول سواء في مكافحة الافات سواء سواء طب هل البروتوزوة او الحيوانات الاولية ملهاش اضرار لا ليها اضرار تعالوا نشوف ما هي الاضرار بتاعة البروتوزوة الضرة واحد خفض خصوبة الترب خفض خصوبة الترب هناك ما يزيد عن 300 من الاوليات تعيش في التربة الزراعية احنا عارفين ان الاوليات بتعيش فين ياولات في التربة الزراعية تتغزى على البكتيريا المسبتة للنيتروجين طيب هي تتغزى على البكتيريا المسبتة للنيتروجين اذا هيقلل من خصوبة الترب هيقال الانتاج النطرات ويقلل من خصوبة الترب يبقى واحد خفض خصوبة التربة قلنا هناك ما يزيد عن 300 نوع من الأوليات بتعيش في التربة الزراعية تتغزع البكتيريا المسبتة للنيتروجين اللي هي بيقلل من إنتاج النطارات في التربة فتقلل بذلك من خصوبتها في مجال تلوص الماء البروتوزوة التي تفضل المعيشة في المواد البروزية عندما تصل إلى المياه الخاصة بالشرب فأنها تسبب تلوصها خاصة الخزانات المكشوفة هذه الأوليات حرة المعيشة قد تسبب عدم الصلاحية المطلقة لمياه الشرب يبقى عندي البروتوزوة عملت أول حاجتين أن هي خفضت خصوبة التربة ثم بعد ذلك عملت تلوص المياه خاصة في الخزانات المكشوفة وهذه الأوليات بتكون حرة المعيشة بتتسبب في عدم صلاحية المياه لماء الشرب اتلاف المصنوعات الخشبية اتلاف المصنوعات الخشبية النمل الأبيض اللي بيطلف عندي الحاجات الخشبية اللي بيتغزة على السلولوز والمواد الخشبية بواجهة عام إذا لم تتوفر لدى القناة الهضمية بتاعته ما يساعد على هضم هذه المادة نجد في قناته الهضمية أعداد كبيرة من الأوليات بتساعد في هضم المادة السلولوزية نقول النقطة دي تاني اتلاف المصنوعات الخشبية لا يستطيع النمل الأبيض التغزية على المواد الخشبية أو السلولوز بواجهة عام إذا لم تتوفر لدى قناته الهضمية ما يساعده على هضم هذه المادة بنجد في القناة الهضمية أعداد كبيرة من الأوليات يعني القناة الهضمية بتاعت النمل الأبيض بلا أعداد كبيرة جدا من الأوليات اللي هي الصوتيات بتساعد في هضم المادة السلولوزية رقم أربعة قتل الحيوانات الغزائية بعض الحيوانات الصوتيات البحرية عندما توجد بأعداد كبيرة بتحول المحيط إلى اللون الأحمر وذلك بإنتاج مادة ذات تركيب فسفوري بتعطي للماء رائحة التعفن وتقتل الأسماك والكشريات والرخويات وتحولها إلى صورة غير صالحة للاستهلاك الأدمي جلب الأمراض هناك ما يزيد عن أربعة عشر نوعا من البرتوزوة تعيش كتوفيليات داخل جسم الإنسان مسببة له أمراض بعضها يكون خطير النهاردة كلمنا عن درس جميل جدا وهو كان تكملة للدروس السابقة كلمنا عن التصنيف والتسمية العلمية كلمنا في الحلقات السابقة مع بعض عن حاجات مهمة جدا أتمنى نرجعها كويس عرفنا يعني إيه علم الحيوان انتقلنا لأهمية علم الحيوان أنا بدرسه ليه أصلا وقلنا إن علم الحيوان عندي أحد فروع مادة البيولوجي إذا ما تكلمنا قبل كده عشان الطالبة اللي هتقول لي مادة الحيوان دي فين الكتاب عندنا مكتوب عليه من بره مادة البيولوجي اللي بتنقاسم إلى نبات وحيوان النبات بيقوم بيه أحد الأساس الأفاضل في تخصص البيولوجي وإحنا بندي مع بعض مادة الحيوان مادة الحيوان مادة شيقة وجميلة جدا نهتم بيها شوية نذكرها خدنا فيها يعني إيه علم الحيوان خدنا أهمية دراسة علم الحيوان أنا بدرسه ليه من الأساس خدنا الصفات العامة للمملكة خدنا أهم حاجة كانت عندي وهي تركيب الخلية الحيوانية وبيجي سؤال بين المكونات الحية والمكونات الغير حية ممكن أجيب لك صح وغلط أقول لك المكونات الحية أجيب حاجة من المكونات الغير حية وأقول لك تعتبر من المكونات الحية للخلية أكون صحي وأجيب ورقة وأعمل فيها إيه هي المكونات الحية وإيه هي المكونات الغير حية مقارنة هامة جدا ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية لازم تريجي في الامتحان رسم الخلية الحيوانية انتقلنا بعد ذلك الى عملية الانقسام سواء كان انقسام ميوزي او ميتوزي او انقسام مباشر وانقسام غير مباشر وقسمنا الى انقسام ميوتوزي وده قلنا بيحدث في الخلايا الجسمية يحدث في الخلايا الجسمية اما الميوزي يحدث في الخلايا الجنسية سواء كانت بويضات سواء كانت المبيضان الخصيتان المتق كلام ده كله بيحدث في انقسام اختزالي وقلت ليه سميته اختزالي او ميوزي لان بتنقسم لان بيديني خليتين انا لو دخلت بخلية فيها اربعين كروموسوم هيديني خليتين كل خلية فيها عشرين عشان كده سميته اختزالي لانه بيختازل عدد الكروموسومات للنصف اما الميتوزي لو انا دخلت بخلية فيها اربعين بيدي لي خليتين كل خلية فيها اربعين يبقى نحط الشرطة تحت الاختزالي ولا سميت الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي انتقلنا النهاردة لدرس مهم جدا وهو التصنيف والتسمية العلمية طبعا احنا قلنا ان عدد الحشرات او الحيوانات الموجودة بيزيد بطريقة مهولة جدا وصلنا الى مليون ونصف حيوان وفي حاجات لسه الانسان بصدد دراستها فبنقول العدد الكبير ده كان لازم يجي العلماء ويفكروا ازاي السمو ازاي يعملوا عملية تصنيف ان احنا ازاي ناخد شوية حيوانات متشابهة في التركيب متشابهة في عادة معينة متشابهة في عملية تقاصر متشابهة في عملية اخراج ونحطوهم مع بعض في مجموعة جي عندي مجموعة من العلماء اولهم بدأنا بالعالم ارستو العالم ده اول من قام بمحاولة ان هو يقسم لي عدد الحيوانات نظر القصرة بتاعتها قال لي قسمها عندي من حيث وجود الدم الى حيوانات ذاتة دم حمراء وحيوانات عديمة الدم قسمها على حسب طبيعة التخزية بتتغذى على النباتات هل بتتغذى على الحوم هل بتتغذى على الاتنين اللحوم والنباتات مثال اللي بتغذى مش الحيوانات احنا كإنسان بنتغذى على ايه الحيوانات والنباتات اكلت لحوم ونباتات جي بعد كده اسمها على حسب البيئة هل بتعيش في بيئة مائية او بتعيش في بيئة ارضية او بتعيش في بيئة هوائية جي العالم جون راي وطور شوية قال لي لا ده فيه حاجة اسمها النوع ان انا هجمع المجموعة المتشابهة مع بعضها في مجموعة من الصفات التي تتشابه في التركيب في الوظيفة وبتتقاصر مع بعضها فتديني افراج جديدة وحطهم في مجميع لا جي العالم بعد كده التالت قال لا ده انا ممكن اعمل لها حاجة اسمها تسمية العلمية المزدوجة اللي هي احنا ماشينا عليها الوقتي يعتبر العالم لينوس او لينيوس هو رائد علم التصنيف الحديث رائد علم التصنيف الحديث يبقى نفرق بين التلات علماء العالم الاول ارستو ده اول ما نقام بمحاوله العالم التاني جون راي هو اللي بدأ يقسم شوية وحرف لي حاجة اسمها النوع اما العالم التالت وهو اللي احنا شغالين على التصنيف والتسمية العلمية بتاعته لحد الوقتي وهو العالم التالت وهو لينوس عند العالم ليفنهوك العالم ده بقى الاخترع العدسات الميكروسكوب طبعا الحيوانات الاولية دي اولاد حجمها صغير جدا ما بشوفهاش الا بالميكروسكوب فاخترع عندي العدسة اللي هو العالم ليفنهوك طيب خدنا بعد كده بعد ما عرفنا علم الحيوان وقلنا هي تم بتعريف ووصف وتسمية وتقسيم الانواع المختلفة وقلنا العلماء اسموها ازاي عرفنا النوع عرفنا اه 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 اخدنا المملكة الحيوانية المملكة الحيوانية اسمناها لتلات حاجات تحت مملكة الحيوانات الاولية تحت مملكة الحيوانات الاولية يعني تتركب من خلية واحدة من غير ما نذاكر الحيوانات الاولية تركب جسمها من خلية واحدة ودي زي الأميبة اليوجلينا الأميبة الحرة الأميبة المتطفل انتقلنا بعد ذلك إلى تحت مملكة أشباه البعديات اللي منها الأسفنج اللي هناخده بالتفصيل انتقلنا إلى تحت مملكة البعديات اللي هي عديدة الخلايا زي الدودة الكبدية الحشرات والقوارد قلنا بعد كده أن تم اكتشاف أو صانع العدسات العالم ليفين هوك لأنه لا أن الحيوانات الأولية حجمها صغير جدا الحجم بتاعها لا أقدرش أشوفه بالعين المجردة فعمل لي حاجة اسمها العدسات اللي هو الميكروسكوب اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي بنشوف بيه الحشرات الصغيرة جدا الحيوانات الصغيرة جدا زي ما هنشوف دلوقتي بعد كده قال لي إيه هي الصفات المرفولوجية للحيوانات الأولية قال لي شكل حجم عدد الصفات المرفولوجية شكل حجم عدد لكل حيوان شكل محدد ده حتى الأميبة اللي مليها الشكل محدد لها لازم يكون لها شكل أو انطباع أعرفها به الحجم عددها كبير جدا قلنا إن عدد الحيوانات الأولية كبير جدا فعشان كده قسمناها العدد بتاعها ده مثلا الصفات المرفولوجية للحيوانات الأولية ده حيوان اسمه البراميسيوم بيتحرك البراميسيوم عن طريق الأهداء ممكن تجيلي في الامتحان أكمل يتحرك حيوان البراميسيوم عن طريق نقط الأهداء ده شكل يوضح الأميبة تتحرك الأميبة حركة أميبية بواسطة الأرجل أو الأقدام الكاذبة يعني لو قلنا أرجل صح أقدام صح يبقى تتحرك الأميبة بواسطة أهداء أولاد الأرجل أو الأقدام الكاذبة ممكن يجيلي في الامتحان زي ما قلنا بين بالرسم حيوان أولي يتحرك بالأقدام الكاذبة ما روحش بعيد حيوان أولي يتحرك بالأقدام الكاذبة أقوله هو حيوان الأميبة حيوان الأميبة يتحرك بواسطة الأرجل أو الأقدام الكاذبة يعني لو أنت قلتلي في الامتحان الأرجل صح الأقدام صح الحيوان الى بعد كده وهو اليوجلينة اليوجلينة تتحرك بواسطة نقط اليوجلينة تتحرك بواسطة الأصوات في الرسمة بتاعتها واضح شكل الصوت جدا يبقى لو جاء قال لي اسكر حيوان أولي يتحرك او يجي قول لي بين بالرسمة حيوان أولي يتحرك بالأصوات اقول له اليوجلينة انتقلنا بعد ذلك للصفات البيئية للحيوانات الاولية عندي واحد الموطن الحيوان ليه مكان معين بيعيش فيه الحيوان يعيش في جميع انحاء العالم سواء كان بيعيش معيشة حرة او معيشة متطفلة لما يجي يقول للموطن كلمتين اتنين يوجد في جميع انحاء العالم سواء كان بيعيش معيشة حرة او معيشة متطفلة العادات العادات هل هو بيعيش في مية عزبة هل هو بيعيش على الارض هل هو بيعيش في مية ملحة بيعيش ازاي بيعيش بطريقة فردية او في مجموعات الحركة الحركة مهمة وبقولها للمرة التالتة افرق بين انواع الحركة عندي رقم واحد حركة اميبية كما في الاميبة الطالب الشطر يقول لي الاميبة تتحرك بواسطة اي اولاد الاميبة تتحرك بواسطة الاجدام الكذب رقم اتنين حركة هدبية كما في البراميسيوم يبقى البراميسيوم يتحرك بواسطة الاهدام تلاتة حركة دودية ودي زي الجرسيم وحركة صوتية زي الصوتيات زي اليوغلين بعد ما اخدنا الصفات الميرفولوجية باخد التغذية التغذية اما بتتغذى ذاتية او رمية من غير المذاكر اما بتتغذى الحيوانات الاولية عن طريق التغذية ذاتية او تغذية رمية التنفس تنفس هوائي مثل الاوليات الحرة يبقى اليوغلينة والبراميسيوم بيتنفس ايه؟ تنفس هوائي تنفس الهوائي كما في نقط ونقط اليوغلينة والبراميسيوم اما التنفس الهوائي مثل الاوليات المتطفلة تابع الصفات التنزيم الاسموزي يعني تنزيم المحتوى الماء لجسم الحيوان عشان الخلية ما تنفجرش بتاعت الحيوان في حاجة عندي اسمها الفراغ المنقبض ودي توجد في الاوليات التي تعيش في المياه العزبة الاخراج ويقصد بالتخلص من نواتج او بقايا التمثيل الغذائي في الخلية عادة فضلات الطعام وساني اكسيد الكربون وتتكون من المركبات النيتروجينية ناتجة عن استخدام البروتين الافراز يقصد بالافراز انتاج مواد باي وسيلة تكون فعل الحيوان زي الانزيمات بغرض الهضم او افراز كشرة حول اجسامها بغرض الحماية تكلمنا عن التقاصر وقلنا يتقاصم التقاصر عندي الى تقاصر جنسي وتقاصر لا جنسي التقاصر الجنسي والتقاصر اللا جنسي التقاصر الجنسي وده مهم يمكن يجيلي يتم التقاصر الجنسي في الاوليات عن طريق نقط ونقط ونقط يتم التقاصر الجنسي في الاوليات عن طريق نقط ونقط ونقط اقول له ايه رقم واحد عن طريق التزاوج الزاتي كما في الانتميبا هستلاتيكا وده اخدها بالتفصيل يبقى التقاصر في الانتميب هستليتكا نقط تزاوج ذاتي اتنين عن طريق الاكتران كما في البراميسيوم تلاتة عن طريق التزاوج كما في بلازميديوم المالاريوم اما اللاجنسي قلنا اللاجنسي عن طريق حاجتين اما الانشطار السناء المتعدد او التبرعوم النهاردة اتكلمنا عن حاجات مهمة جدا اتمنى نذكرها يارب تكون استفادنا عايز اهم حاجة عندي نفرق بين العلماء التلاتة نعرف ايه هي الاهمية الاقتصادية للحيوانات الاولية سواء كانت اضرار او منافع نذاكر الدرس بتاعنا النهاردة جدا ان شاء الله المرة الجاية هنبدأ ندرس الحيوانات الاولية بالتفصيل وناخد امثلة لها اتمنى من ولادي وبناتي نذاكر درس النهاردة كويس والدروس اللي فاتت اشوفكم على خير الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة